يا صباح الورد والياسمين على حبيبي في كل مكان يا رب تكونوا بخير النهاردة هنعمل المنين الصيامي بالعجوة مش هنستخدم نهائيا سمنة هنستخدم بس زيت وهيطلع معنا الطعام ممتاز أحلى كمان من اللي بنعمله بسمنة هستخدم نص كيلو دي معلقة من السكر نص معلقة خميرة فورية معلقة كبيرة من السمسم ورشة ملح وربع معلقة بانيليا ونص معلقة بيكينج بودر بجلب كل الخليط ده مع بعضه وبعد كده بضيف كباية زيت للنص كيلو دي بضيف كباية زيت لو متاح سمنة نباتي بضيف نص الكباية سمنة نباتي ونص كباية زيت وبس الخليط كده كله مع بعضه حوالي ديئتين تلاتة المهم كل كمية الدية تتشرب من الزيت الحد ما الدئ معايا يبقى كده عامل زي رملة البحر شلت المعلقة طبعا واستخدم ايدي كده عامل زي رملة البحر بضغط عليها بتعملي كده كتلة وبعد كده بفكها بتتفك معايا بسهولة بعد كده بضيف مية شوية بشوية انا هستخدم كباية مية واحدة هي كباية المج الشاي العادية استخدمت كباية مية واحدة بس طبعا على حسب نوع ديئ الموجود عندكم يعني ممكن تستخدمه اكتر ممكن تستخدمه اجل على حسب يعني ده القوام المطلوب هسيبها تريح ربع ساعة الحد محضر العجوة العجوة طبعا انا مش هدفلها لزيت ولا اي حاجة بس هدفلها شوية مية صغيرين وافكها على النار 3-4 دقايق على نار هادية هنا بعد ما كانت ريحت ربع ساعة باخدها بفردها السمك اجل من نص سنتي الرخامة مش مدهونة ولا اي حاجة احنا في زيت في العجينة بتاعتنا فمش محتاجين ندهن ولا الرش ديء ولا اي حاجة بقدر الامكان بخلي العجينة متساوية يعني مربعة مستضيلة بس ما بخليهاش مدورة بالشكل ده انا كده عملتها مربعة الارتفاع بتاعها اجل يعني من نص سنتي طبعا بنزل فيها العجوة زي ما انتو حابين تكتر وتجلل وزي ما انتو حابين انا بحب الحاجة وسط يعني العجوة دي انا فكتها بس بشوية مية على النار ما ضفتش اي زيت ولا اي سمنة نباتي خالص احمق上 تحليز تحليز احمق احمق أهدا حتى كانوا معض encouragement مية توجد تحليز نحن مدة الرول ده اللي انا عملته طبقتين بس مش اقتر اكتر من كده يعني كل الكمية اللي انا عملتها النهاردة كانت عملت معي تلاتة رول بالشكل ده طبعا بجفل كويس خالص وبعد كده بفردها شوية بتتفرد معي بكل سهولة وبنقطعها على حسب السمك اللي احنا عاوزين المهم ان احنا نجفل كويس خالص علشان ما تفكش معانا عا الصانية لما تيجي تدخل الفرد لما نحطها عا الصانية الجزء اللي احنا جفلنا ده بيكون من تحت في الصانية بشيل اول حاجة جزء زايد ده وبعد كده هقطع حوالي اتنين سنطي مش اكتر من كده اشتركوا في القناة بعد كده بنزلها في السمسم طبعا السمسم ده أنا مبلله بشوية مية علشان يلسج معانا كويس وبعد كده بحطوا عصنية من غير مدهن الصنية خالص نتأكد من الجزء الجفلنا لو مفتوح شوية بقفله جبما أحطوا عصنية يعني بعالج الموضوع جبما يدخل الفورن اشتركوا في القناة بعد ما عملت كل الكمية طلع معي كمية حلوة خالص صانية كبيرة مجالس اتنين وثلاثين وصانية تاني مش عارفة مجالسها كبيرة المهم بسيبهم يريحوا ساعة وبعد كده ابدأ اخبزهم في الفرن هنا بعد ما سيبتهم ساعة اشغلت الفرن على درجة حرارة متوسطة بدخلهم اول ما الفرن تسخن بدخلهم الفرن واسيبهم في الفرن لحد ما يستوه بياخدوا حوالي من تلت ساعة الخمسة وعشرين دية بيطلعوا بالشكل الامر ده طلعين تحفة شايفين المنينة عامل ازاي شكله تحفة ازاي واخد اللون الدهب الخفيف من فوقه من تحت نفس اللون ملهوش حل بصراحة اتمنى الوصفة تكون عجبتكم واستفدتوا منها لايك وشير للفيديو لو عجبكم ما تنسوش تتابعني على الفيسبوك مطبخ كمان ان شاء الله نشوفكم على اخر الفيديو جديد شكرا شكرا رقم صورة رقم صورة رقم صورة اشتركوا في القناة